موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته دقائق إخبارية أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم انطلقت مساء اليوم حملة إلكترونية واسعة للمطالبة بسرعة إجلاء اليمنيين العالقين في السودان ودعا الاتحاد العام لطلاب اليمن في السودان الجميع للمشاركة في الحملة الإلكترونية تضامنا مع اليمنيين العالقين في السودان ومطالبة الحكومة اليمنية بسرعة إجلائهم وانطلقت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحتها هاشتاغ إجلاء اليمنيين في السودان وهاشتاغ صوت العالقين وكان قد وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليم بمضاعفة جهود إجلاء الرعاية اليمنيين في السودان مشيدا بالدور السعودي في عملية الإجلاء توفيت امرأة يمنية من العالقين في السودان تأثرا بإصابتها التي تعرضت لها قبل أيام أثناء محاولتها الفرار من العاصمة السودانية الخرطوم هربا من الأحداث التي تشهدها البلاد وقالت لدة الطوارئ اليمنية في السودان إن المواطنة اليمنية وفاء محمد عبد الله البالغة من العمر واحد وأربعين عاما توفيت بعد ثلاثة أيام قضتها في العناية المركزة بمستشفى في بورت سودان إثر حادث مروري في طريق نزوحها مع أسرتها من الخرطوم إلى بورت سودان أشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي بالجهد الكبير الذي بذلته لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية جاء ذلك خلال لقائه اليوم في قصر معاشيق بلجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية ووقوفه على إحاطة حول نتائج عمل اللجنة خلال الفترة الماضية ولجراءات المطلوبة لإنفاذ توصيات وحل هذه القضايا الحقوقية والإنسانية العادلة وتضمنت الإحاطة عرضا بشأن القرارات اللازمة لتسوية أوضاع نحو ستين ألفا من المواطنين المبعدين في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية بعد حرب صيف أربعة وتسعين وبتكلفة تقدر بنحو أربعة مليار دولار أكد المركز الإعلامي لقيادة محور تعز مقتل ثلاثة من عناصر ميليشيا الحوثي وإصابة خمسة آخرين برصاص قوات الجيش في الجهيم وأكلاب شرق المدينة يأتي ذلك في ظل استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي في الجبهات وقصف المدنيين في الأحياء السكنية أدانت السلطة المحلية بمحافظة تعز جريمة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للعمال والمهندسين والمعدات العاملة في طريق الكدحة الرابط بين المخى ومدينة تعز بهدف تشديد الحصار وزيادة المعاناة الإنسانية في المدينة وقالت السلطة المحلية في بيان لها إن الاستهداف الحوثي المتعمد بالقذائف والطيران المسير لمعدات شق طريق الكدحة جريمة متكاملة الأركان موجهة ضد المدنيين بهدف إلحاق معاناة شديدة وأضرار بليغة بحياة الملايين من أبناء المدينة المحاصرة لأكثر من ثمانية أعوام أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان مقتل وإصابة 34 مدنيا في محافظة تعز جراء قصف ميليشيا الحوثي خلال شهر إبريل الماضي وقالت المتحدثة باسم اللجنة إشراق المقطري لوكالة الأناظول إن جميع الضحايا الذين سقطوا بين قتيل ومصاب هم من المدنيين وأضحت المقطري أن القصف الحوثي على مواقع التماس في مدينة تعز أدى إلى مقتل 12 مدنيا وإصابة 22 آخرين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن حث مدير عام مكتب التربية والتعليم في تعز الأستاذ عبد الواسع شداد أولياء أمور الطلاب في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي حث على الحذر من السموم الفكرية العنصرية الطائفية التي يبثها الحوثي في المراكز الصيفية التابعة له وقال شداد إن الأبناء الذين يحفرون مراكز الكهنوت الحوثي سيستهدفون الآباء والأمهات كما يحدث دائما من خلال غسل أدمغتهم بعقائد مزيفة وتقديم أوامر سيدهم على أوامر الله ورسوله أكدت مصادر مطلعة إنفاق ميليشيا الحوثي مبالغ مالية كبيرة لإقامة مراكز صيفية بهدف نشر أفكارها الكهنوتية والطائفية في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة وقالت المصادر إن ميليشيا الحوثي وضعت خطة جديدة منذ بداية رمضان الجاري لفتح آلاف المراكز الصيفية في صنعاء ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها بهدف استقطاب أكبر قدر ممكن من الطلاب وصغار السن لنشر أفكارها المسمومة وخرافاتها الطائفية في أوساطهم وجهت ميليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة مدراء المعاهد الفنية والمهنية الخاصة بوقف أنشطتها خلال العطرة الصيفية ودفع الطلاب إلى مراكزها الطائفية التي دشنتها الأسبوع الفائت جاء ذلك في مذكرة وجهها المدعو عبد الباري الأهدل المعين من قبل ميليشيا الحوثي مديرا لمكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالحديدة إلى مدراء المعاهد والمراكز الخاصة عطفا على توجيهات من قيادة الجماعة أكد رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر على وجود علاقة وثيقة ومميزة بين الرابطة والبرلمان الجزائري بغرفتي في إطار الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة وأوضح الشيخ حميد الأحمر خلال كلمته في أعمال المؤتمر الثاني لحركة البناء الوطني الجزائرية أن الرابطة ستبقى الصوت المناصر والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضية القدس في المنصات البرلمانية المحلية والإقليمية والدولية منوها لوجود تعاقد بين الرابطة وحركة البناء الوطني للعمل المشترك لمواجهة مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى وفي مدينة القدس وأضاف بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية هي الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال ولا يجب أن يقف الشعب الفلسطيني منفردا في مواجهة عدوانها ومخططاتها مشيرا إلى أن الاحتلال أعدم عمليا ما يسمى بالحلول السلمية عبر مخططاته الاستيطانية والتهويدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي المعني بملف الأسرة والمختطفي مارد فضائل إن ميليشي الحوثي تصر على المتاجرة بملف المختطفين والأسرة وترفض الاستجابة لمطالب زيارة الأستاذ محمد قحطان والإفصاح عن مصيره وأوضح فضائل في حوار مع الصحوانت أن إصرار ميليشي الحوثي على هذا المسلك يهدد بإفشال جولة المفاوضات القادمة وأكد فضائل جاهزية الشرعية لإجراء أي عملية تبادل وفي أي وقت بما في ذلك تبادل شامل على أساس الكل مقابل الكل دون تمييز إضافة إلى تسهيل الزيارات المتبادلة للسجون ومعارفة مصير المخفيين وفي مقدمتهم محمد قحطان حملت منظمة سام للحقوق والحريات السلطة الأمنية بمحافظة حضرموت المسؤولية الكاملة عن حياة عشرات المعتقلين في سجن المنورة الذين بدأوا منذ أيام الإضراب على الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم التعسفي وقالت سام في بيان لها إن السلطات الأمنية في المكلة ترفض تنفيذ الأحكام القضائية بالإفراج عن عشرات المعتقلين الذين انتهت مدة محكوميتهم أو حكم لهم بالبراءة في سجن المنورة ما دفع المحتجزين تعسفا إلى البدء في الإضراب عن الطعام منذ أربعة أيام للفت أنظار العالم إلى قضيتهم وانتزاع حقهم في الإفراج عنهم ترأس محافظ حضر موت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي اجتماعا بقاعة الاجتماعات بمركز القيادة والسيطرة بالمنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز وقائد قوات الدعم والإسناد التحالف العربي بالداخل اليمني اللواء الركن سلطان بن عبدالله البقمي ناقش خلال الاجتماع ملف الأمن بالوادي وسبل تعزيز الجاهزية القتالية والفنية للوحدة العسكرية قال مدير عام إدارة المصائد السمكية بالهيئة العامة للمصائد السمكية في المهرة وليد محسن هيثم بأن نفوق الأسماك في محيفيف يرجع سببه إلى قيام بعض الصيادين باستخدام وسائل الصيد الممنوعة والمخالفة لقانون الاستياد وعشر هيثم إلى أن اللجنة الفنية نزلت إلى موقع نفوق الأسماك بموجب توجيهات رئيس الهيئة المهندس عبد الناصر كلشات لمعرفة الأسباب ووجدت أن أهم أسباب نفوق الأسماك هو قيام بعض الصيادين بفتح شباك الشرطونات وترك الأسماك التي لا يقدرون على حملها تنزل إلى البر بعد نفوقها دقائقنا للإخبارية انتهت هذا علي عزي يحييكم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر